موقف دولة الاحتلال من هذه الأعياد هذه السنة التي تبدأ الليلة دكتورو عمليات الاستعداد استعدادات الدولة كدولة احتلال صهيونية واستعدادات المستوطنين المتطرفين في ظل هذه الحكومة الضعيفة لأن الآن يكون الحكومة بعد أن سقطت الحكومة نفسها وسقط لبيد وجاء بعده بنت وجاء بعده لبيد هذا لبيد ليس أمني وليس عسكري لأن دائماً أقول رئيس الدولة إما بالقسم الأمني أو العسكري فهو إنسان عادي كان مراسل صحفي فهو يريد أن يثبت نفسه لصوات اليهودي أني أنا سأعمل لكم أكثر من البنت وأكثر من نتنياهو فهو يتسابق الآن يتساوك مع الصهاينة مع دعاة الهيكل ليثبت للصهاين أني قدمت لكم خدمات لم تقدم من قبل وفعلاً من بينها مثلاً السجود الملحمي لم يمارس إلا في عهد هذا الحكومة لتصريف الأعمال اللي يسجود الملحمة ينبطح الأرض الآن يعتبر يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبالإنبطاح الأرض وقد مورست بحماية الصهاينة فأنا أتصور في ظل هذه الحكومة الضعيفة التي لا تملك من أبنها شيء حتى بنت كان يملك ستة أصوات من مئة وحجرين صوت الآن فهو يتحالف مع حزاب أخرى فلابد هم يريدوا أن يكسبوا أصوات هذه الفئة المتطرفة يعني أعطيك مثال مئير كهانة في التسعينات نجح في الكنيسة وكان من أعلى الأصوات طردوه نفس اليهود قالوا أنت لا تصلح لأن مئير كهانة كان يصرح بما يفعل به الصهاينة الآن قالوا أنت تعمل عن مشكلة لهم يتبعوا سياسة التدرج فكان يقول لازم ترد الفلسطيني وقتل الفلسطيني واخذ الأقصى وهدم الأقصى بناء الهيكل قالوا هذا السياسة ما تصلح لنا في التسعينات والثمانيات الآن فذهب لأمريكا وأسس منظمات في أمريكا وقتل هناك قتل نصير المصري في أمريكا الآن المنظمات التي تدعو لفكر مئير كهانة يتسابق عليها النتن وبنت مين يأخذها هذه الآن ما كانت ممنوعة لأن أصبح الوقت الحالي مناسبا بالنسبة لهم فهم يبحثوا عن الفرص لكي ينفذوا ما يريدون ما استعدادات المستوطنين دكتور اليوم يعني ما المتوقع لغدا وبعد غد طبعا الدولة لأن ما تكون مستوطنين أو أنا أسميهم مغتصبين هؤلاء يتساوكوا مع الدولة الدولة كما ذكرت الآن عشرات الآلاف من قد اليوم بعد العصر أغلقوا الضف الغربي بالكامل وأغلقوا الدخول إلى ما يسمى بالـ 48 وللكدس الآن والحواجز انتشرت الآن كذلك يجهزوا وهذا خطير جدا لأول مرة بحصل في عقيدة اليهود أن يذبحوا بكرة حمراء ثم يحركونها ويتطهروا برمادها ثم بعد ذلك يعلونوا كمعبد يهود الآن يقال هناك خمس بكرات أتوا بهم من معهد التخنيون يقال من بريطانيا ويقال من داخل فلسطين من تل أبيب تل الربيع لكي تذبح هذه الأبقار الخمسة وتحرق ثم يتطهروا بنها وهذا طبعا آخر آخر شيء بالنسبة للعقيدة الصهيونية لأن إذا حركت الغربان الحيواني ونثرته على قبة المعراج أو في داخل صخرة بيت المقدس الآن أصبح خلاص يعتبر كمعلم يهودي الآن الحبر الأقضاء من الآخرين فالآن استعدادات من نسبة للجيش الآن يحاصل الكدس تماما بدت تجمعات عند باب الرحمة والذي ذكرتك قبل كالأخي الآن باب الرحمة لماذا باب الرحمة؟ باب الرحمة أول هناك مكبرة الرحمة اللي فيها صحابة سلام بن كيسر وفيروز الديلمي وشداد بن أوس لم يسلموا حتى من الأموات منهم الآن مساحتها أولا 23 دنم أنا قرأت مخطط من سنوات ستصبح موقف للباصات للدول العربية في الخليج وما غيرها الآن ويسوع من التلفريك فهم عينهم عليها كما أخذوا مكبرة مميلة في الكسم الغربي من الكدس الآن اللي 200 دنم أصبح 18 هي أقرب المناطق لصخرة بيت المقدس وإذا بتلاحظ هناك ثمن دنمات في الزاوية الشمالية الشرقية فيها شجر زيتون يعني بيعتبروها فارغة وما الدعوة الإبراهيمية الدعوة الإبراهيمية ودعوة أن أخذ السيادة من الأردن لكي يجتمعوا كل خلاص أنت لعطوهما الثمن دنمات يعملوا ما يشاءوا فيها ليس فيها معالم مقدسية وانتهينا لأن أخطر منطقة على صخرة بيت المقدس اللي يعتبروا في النهاية نظرتهم البعيد أن فوق الصخرة يبنى الهيكل الهباب الرحمة اللي مقابل الصخرة الآن فبدأت الآن ونفخوا في البوك وطبعا نفخ البوك كذلك هذا خطير جدا النفخ في البوك بداية السن العبرية اعتبار اللي الآن يعني هناك أمر خطير جدا سيحدث الآن وهو عبارة عن ماعز كرن ماعز يكون مستقيم ليس منحني ينفخوا هذا عندهم شعار معين نفخوا عند باب الرحمة ونفخوا في المدرسة التنكزية جزء منها في المجل الأقصى فهم الآن ظاهر الأمر والاستعدادات الآن هم يريدوا تنفيذ مخططهم الآن الكرة الآن في ملعب المقدسيين إذا المقدسيون والإخوة إذا استطيعوا الوصلة للكدس إذا تساهلوا في الموضوع سينفذ هؤلاء ما يريدون وبعدها خلص سيئوا للمجل الأقصى يعني آخر ما عندهم إذا نفذوا هاي الأشياء المجل الأقصى سنصبح نحن اللي من يذهب لزيارة الكدسي أو يدخل الأقصى كأنك داخل زيارة وليست كأصل لحد الآن الأقصى يعتبر للمسلمين واليهود يقتحموا لكن إذا نفذوا عباداتهم وما يقومون به سنصبح نحن زوار يسمح لنا أو لا يسمح لنا كمعبد يهود الآن فهي الاستعدادات كلها على قدم وساء كل جماعة الهيجة هل يطلق اشتركوا في القناة